اشتركوا في القناة حبارة عن المنتجات اللي انا مخزنها عندي في المستودع اللي هي والكمية الموجودة من كل منتج فبداية راح نروح الى قسم المنتجات والتكاليف واللاحظ عندنا هنا في المنتجات والتكاليف يتم تقسيم المنتجات حسب نوعها فعندنا نوع منتج والمنتج المجمع المادة الاولية والخدمة والمصروف وعندنا المنتجات اللي يتم ارشفتها فهنا عندنا المنتجات بعد ما يتم اضافتها سواء تم اضافة كمية لها او فقط تم اضافتها وتعريب البرنامج عليها في حال نبغى نشوف تحركات المخزون ونعرف هذا المنتج انا متى اشتريته الكمية اللي اشتريتها او الكمية اللي بعتها ومتا كان البيع او اذا دخل في امر تصنيع او غيره راح نبحث عن منتج معين وليكن عندنا هنا المسمار راح نسوي باحث ونلاحظ انه المسمار من المواد الاولية راح نضغط على عقل بكذا راح يوضح عندنا المواقع اللي متوفر منها كمية من هذا المنتج فاللاحظ عندنا في المركز الرئيسي 13 وحدة في الدمام 10 وحدات في الخبر 26 وحدة وفي جدة 25 وحدة وفي فرع جدة للأثاف عندنا 38 وحدة كان متوسط التكلفة كان نص ريال للوحدة الواحدة فبالتالي القيمة الاجمالية عندنا اللي هي عبارة عن الكمية مضروبة في متوسط التكلفة طبعا متوسط التكلفة ممكن تختلف من فرع الى اخر فعنا ممكن يكون عندي هنا الوحدة او الكرتون عبارة عن نص ريال في المركز الرئيسي لكنها عبارة عن مثلا ريال في جدة فرح يختلف متوسط التكلفة بناء على مدخلاتي طيب احنا هنا لسه عرفنا فقط الكميات المتوفرة حاليا في هذه المواقع طيب انا ابغى اشوف التفاصيل رح نضغط على الموقع نفسه اللي موجود عندي في المنتج فمجرد ما نضغط عليه رح يكون عندنا هنا تحركات المخزون واللاحظ انها من 31-12-2021 اللي هو حبارة عن قيد يدوي اللي هو رصيد افتتاحي فاللاحظ عندنا هناك رصيد افتتاحي عندنا مية وحدة بنص ريال الوحدة الواحدة فبالتالي قيمة الحركة كانت خمسين ريال الكمية اللي صارت متوفرة عندنا مية وحدة بعدها في تاريخ 15-1-20-22 صار عندي فاتورة مشتريات فانا اشتريت كمية اللي هي سبع مية وحدة قيمتها ثمية وخمسين ريال فصار عندي ثمانمية وحدة في ثمانتاش واحد انا سويت امر تصنيع مرتين امر التصنيع الاول نقص من عندي ميتين وخمسين وحدة وامر التصنيع الثاني نقص خمسمية وحدة فاللاحظ اللي باقي عندنا خمسين وحدة فقط بعدها فاتورة مبيعات فاتورة مبيعات اكيد رح ينقص عندي فنقص عندي خمس وحدات بقى عندنا خمسة واربعين وحدة فبعدها صار امر التصنيع ايضا نقص بعدين فاتورة مشتريات انا اشتريت وحدة واحدة فزاد كان ثلاثة واربعين صار اربع واربعين عندنا جرد المخزون جرد المخزون ممكن يكون بالزيادة بحيث انه انا مثلا اكون طالبة خمسمية وحدة خلاص أنا وصل لي 500 وحدة بعدين أنا بدايت أسوي جرد لما جيت أسوي جرد اكتشفت أنها مثلاً 501 بحيث أنه مثلاً المصنع أرسلوا لي وحدة واحدة مثلاً بشكل مجاني أو ما إلى ذلك فأنا عندي زيادة فاللاحظ يكون عندي بالزيادة فزاد 45 بعدين زاد وحدة فصار 46 طب أنا سويت جرد مخزون واكتشفت أنه عندي وحدة أو علبة يعني ناقصة أو تالفة أو أي مكان سبب النقصان اللي موجود عندنا فاللاحظ أنه نقص فنقصت عندي الكمية بعدين عندنا نقل مخزون فأنا ممكن أنقل مخزون إلى هذا الفرع مثلاً من فرع الدمام إلى المركز الرئيسي فاللاحظ عندنا هنا زاد فزاد 25 وحدة صار عندنا 75 وحدة طب أنا ممكن أنقل المخزون من هذا الفرع واللاحظ عندنا نقل مخزون هنا من هذا الفرع فنقصت عندنا أربع وحدات وصار عندي 22 فاللاحظ عندي هنا تحركات المخزون راح يوضح لي كل حركة تمت لهذا المنتج في هذا الفرع بالتاريخ وبالكمية اللي حدثت والقيمة الحركة بناء على القيمة المتوسطة طبعا مع إمكانية تصدير التقرير بصيغة الإكسل أو البيديف طيب أنا أبغى أستعرض تحركات المخزون لفرع آخر فنشوف عندنا مثلا فرع جدة للأثاث اللاحظ هذا هو جدة للأثاث أول ما تم عندي نقل للمخزون في تاريخ 8-6 بمية وحدة بعدها صار أمر تصنيع بعدها صار نقل مخزون فزاد عندي هنا كمان الوحدات بعدها أمر تصنيع بدأين صار جرد مخزون وأمر تصنيع أيضا فنقص فصار عندي المتوفر من أساس أو من أصل 100 وحدة باقي عندي 38 وحدة أيضا مع إمكانية التصدير إكسل أو بديف طبعا هذا بالنسبة لجميع المواقع اللي متوفر فيها كميات فممكن إحنا نشوف فرع جدة ممكن نشوف فرع الخبر لاحظ هنا حدث نقل مخزون فزار 20 وحدة بعدها نقل مخزون بخمس وحدات فصار 25 وحدة وأيضا مع إمكانية التصدير طيب نشوف عندنا أيضا هنا في المعاملات الأخيرة رح يوضح لي فواتير المشتريات أو أوامر الشراء أو فواتير المبيعات في التحركات الداخلية رح يوضح لي نقل وجرد المخزون اللي تم على هذا المنتج ولو كان هذا المنتج فيه تحويل وحدات رح يوضح لي ولو كان عبارة عن منتج مجمع رح يوضح لي المنتجات اللي داخل فيه تجميع المنتج المجمع رح نستعرضهم مع بعض رح نرجع لي المنتجات والتكاليف ورح نستعرض منتج مجمع من المنتجات اللي موجودة عندنا هنا ولنفترض إنه مثلا الكريم بزبدة إشياء رح نستعرضه مع بعض نلاحظ إنه عندنا هنا موجود في موقع واحد نستعرض تحركات المخزون أمر تصنيع وفواتير مبيعات طيب نشوف في تحويل طبعا زي ما نلاحظ عندنا هنا فاتورة مبيعات في المعاملات الأخيرة في التحركات الداخلية عندنا أمر تصنيع وفي المنتج المجمع نموضح لي المواد اللي داخل فيه تجميع المنتج المجمع فهو عبارة عن زبدة تشياء زيود عطرية فيتامين إي والعلبة الزجاج اللي رح يكون داخلها هذا الكريم نستعرض طيب إذا كان عندنا هنا تحويل للوحدات فأرجع للمنتجات والتكاليف ونشوف أحد المنتجات اللي موجودة عندنا راح نبحث عندي هنا مثلا بالماء راح نسوي بحث نلاحظ عندنا هنا المنتجات عندي مياه نوفا نستعرضها مع بعض هي موجودة بفرعين نشوف عندي هذه المعاملات الأخيرة فيها فواتير المشتريات الإشعارات الدائنة والمدينة وفواتير المبيعات في التحركات الداخلية عبارة عن نقل أو جرد المخزون أو أوامر التصنيع في تحويل الوحدات وموضح لي هنا عندي أن الكرتون يساوي 24 وحدة والنصف درزاً عبارة عن أو يساوي 6 وحدات ولو كان منتج مجمع راح يوضح معنا زي ما وضحنا قبل شوي طيب هذا بالنسبة لتحركات المخزون شفناها بالتفصيل طيب احنا نبغى نضيف مخزون نبغى نضيف كمية فعندنا طريقتين لإضافة الكميات وزي ما نلاحظ عندنا هنا في بعض المنتجات يعني الكمية فيها صفر فمثلا عندنا هنا معطر الجسم نلاحظ أنه الكمية صفر طيب أنا أبغى أزيد المخزون عندي فلو كان موجود من العام الماضي فأنا أبغى أضيفه كرصيد افتتاحي راح نروح إلى المحاسبة بعدها قيود محاسبية يدوية بعدها راح نروح إلى الأرصدة الافتتاحية وروح نختار نوع القيد اللي هو عبارة عن منتجات وتكاليف وبعدها راح أضيف الرصيد الافتتاحي لهذا المنتج فعندنا أول شيء تاريخ وروح نخليه في 31.12.22 عشان يظهر معانا كرصيد افتتاحي في بداية السنة زي ما لاحظنا بالنسبة للمسمار لما نوضح معاي أنه من 31.12.21 في الوصف أنا ممكن أقول رصيد افتتاحي لمعطر الجسم حساب الأرصدة الافتتاحية بيكون على الأرصدة الافتتاحية نختار الموقع اللي موجود أنا الكمية عندي وين موجودة؟ مثلاً موجودة في فارع الخبر فنجي نحط الخبر نختار المنتج عندنا المنتج عبارة عن معطر جسم القيمة المتوسطة مثلاً 20 ريال الكمية عندنا 10 وحدات أو خليني أقول 20 وحدة أنا ممكن أضيف المزيد فأضيف أكثر من منتج في هذا الموقع بعدها نسوي متابعة راح أضغط متابعة وضح لي هنا أنه المخزون مدين بـ 400 ريال الأرصدة الافتتاحية دائنة بـ 400 ريال طبعاً موضح للمخزون أنه عبارة عن رصيد افتتاحي لمعطرات الجسم طيب أنا برجع للمنتجات والتكاليف الآن ونشوف معطر الجسم عندنا كيف صار نلاحظ معطر الجسم كان صفر الحين صار عندي 20 قطعة نفس الفكرة لما أبغى أزيد بطريقة أخرى غير أنه رصيد افتتاحي طيب أنا الحين عندي منتجات مثلاً عندي الكنب هذا كنب متصل بشكل عندنا قيمته 5500 ريال كبيع نشتريه بـ 5400 ريال عندنا طاقمين أنا أبغى أشتري كمان طاقمين عشان يصير عندي أربعة أطكم وأقدر أبيح ممكن يكون عندي طلبية خاصة أو غير عشان نضيف الكمية من خلال المشتريات رح نروح إلى قسم المشتريات وبعدها فواتيق مشتريات ونروح إلى إنشاء فاتورة من هنا رح نختار المورد اللاحب عندنا هنا مفروشات المطلق فأنا بأخذها من مفروشات المطلق تاريخ إصدار الفاتورة اللي هو تاريخ اليوم 10-7 شروط الدفع رح يحدد لي تاريخ الاستحقاق مثلاً الفاتورة رح أدفع جزء منها اليوم والباقي رح يكون وقت الاستيلام فأنا رح أحطها بعد 12 يوم لأنهم قالوا لي أنه تاريخ التوليد بيكون بعد 12 يوم فنشوف تاريخ الاستحقاق في 22-7 ومجرد ما إني حطيت شروط الدفع بعد 12 يوم يتغير معي تاريخ الاستحقاق إلى 22-7 تاريخ التوليد بيوردوا لي البطاعة بتاريخ 22-7 ومن خلاله أنا رح أكمل الدفع الموقع أنا رح يكون عندي مثلاً موجود في فارع جدة للأثاث بعدها رح نختار هذا المنتج اللي هو قلنا عبارة عن كنب متصل بشكل L فنوضح لي أنه أساساً موجود وحدتين وأنا قلنا رح نجيب وحدتين كمان اللي هو عبارة عن طقمين ممكن يكون مقدم لخصم أو وقتها فيه خصم الخصم عبارة عن 10% فأحنا ممكن يكون عندنا الخصم بقيمة ثابتة وممكن يكون بالنسبة ممكن يكون شامل للضريبة ممكن يكون المبلغ غير شامل للضريبة فإحنا عندنا هنا غير شامل للضريبة بعدها حسب لي الضريبة بما إني قلت رح أدفع جزء منها فنروح عند السندات وراح نحط هنا الحساب اللي رح أدفع من خلاله رح يكون عندنا حساب بنك الأهلي التاريخ التاريخي اليوم أنا رح أدفع جزء منه أنا مثلاً رح أدفع 2315 ريال وراح يبقى معي 7000 رح أدفعها وقت الاستلام بعدها رح نسوي حفظ وموافقة طبعاً إحنا ممكن نرفق صورة للفاتورة اللي يعطاني إياها أو غيره أو سند الدفع أو غيره بعدها رح نسوي حفظ وموافقة كذا صار عندنا هنا بالنسبة لفواتير المشتريات عندي فاتورة مشتريات هذه الأطقم وين موجودة؟ كلها في جدة للأثاث ولو نلاحظ في عشرة خمسة فاتورة مشتريات بثلاث وحدات أو ثلاث أطقم بعدها سوينا إشعار مدين رجعنا طقم فبقي عندي ثنين بعدها تاريخ اليوم صار فيه فاتورة مشتريات بلاحظ أنه عندي هنا بـ 4050 ريال القيمة المتوسطة لأنه كان فيه خصم هنا ممكن يكون وقتها الخصم أعلى فعندنا هنا الحين متوفر أربع وحدات وأقدر أصدر هذا التقرير Excel أو PDF طيب هذا بالنسبة لطرق إضافة مخزون أو إضافة كميات للمنتجات اللي موجودة عندنا تعرفنا عليها تعرفنا على تحركات المخزون راح نتعرف على نقل أو جارد المخزون طبعا إحنا ممكن ننقل المخزون من فرع إلى فرع آخر ونفترض أني راح أنقل الطقم الكنب من فرع جدا للأثاث إلى فرع جدا فرح نروح عندنا هنا في المنتجات والتكاليف راح نروح إلى نقل مخزون بعدها راح نروح إلى إنشاء نقل مخزون نختار الموقع اللي هو جدا للأثاث أي أحد عنده أي سؤال يتفضل بكتابته في خانة لـ Q&A وأكيد أنا راح أجاوب عليهم كلهم بعد ما ننتهي من الوبنار طيب راح ننقله من جدا للأثاث قلنا إلى فرع جدا تاريخ النقل راح يكون اليوم حساب النقل المؤقت احنا ممكن يكون نخليه على حساب المخزون أو ممكن نحطه على حساب مخزون تحت التصنيع طبعا هو راح يكون نقل مؤقت يعني مجرد ما إني أنقل يعني لو أنا حطيت حساب مخزون تحت التصنيع فبس فترة النقل يعني مدة ما إنه في جدا للأثاث إلى فرع جدا أو خليني أحطه فرع ثاني مثلا عندي المركز الرئيسي فبحطه أنا هنا حساب مخزون تحت التصنيع الوصف راح أقول نقل كنب إلى فرع المركز الرئيسي طيب راح نحط هنا المنتج كنب متصر بشكل وضح لنا أنه في جدا للأثاث في أربع وحدات أما المركز الرئيسي صفر أنا بنقول واحد بس فصار عندي في جدا ثلاث وحدات في المركز الرئيسي واحد ممكن أضيف أنا أكثر من منتج وأسوي له نقل أنا راح أكتفي بمنتج واحد بعدها ممكن أسوي إرسال ممكن أسوي إرسال واستقبال لما أسوي إرسال واستقبال على طول راح يروح من المخزون إلى مخزون تحت التصنيع من مخزون تحت التصنيع إلى المخزون على طول راح أسوي للقيود بشكل مباشر لما أسوي إرسال راح يكون موجود عندي هنا في المخزون تحت التصنيع الحين لو أروح جدا للأثاث راح ألاقي الكمية نزلت أو نقصت بواحد لكن المركز الرئيسي ما هي موجودة خلينا نستعرضها مع بعض ونشوف عندنا هنا كنب المتصل صار عندي اللاحظ ثلاث أطقم موجودة في المخزون نستعرضها مع بعض هذه الثلاثة موجودة في جدا للأثاث آخر شيء نقل مخزون نقص بوحدة واحدة طيب راح أسوي استقبال بما أنه مثلا وصل للمركز الرئيسي صار موجود عندنا نرجع لتفاصيل المنتج هنا نلاحظ صار بالمركز الرئيسي فيه طاقم وفي جدا للأثاث فيه طاقم كذا صار عندنا المخزون نرجع لأربع وحدات نرجع مرة ثانية ونشوف صار عندنا أربع وحدات فنلاحظ أنه على طول راح ينعكس معنا العملية اللي نسويها على البرنامج طيب باقي عندنا جرد المخزون راح نشوف جرد المخزون نضغط على جرد المخزون إنشاء جرد المخزون نختار الموقع مثلا الدمام حساب الإيرادة للكمية الزايدة أنا وين بروح عندي للإيرادات الأخرى حساب التكلفة للكمية الناقصة راح يكون على حساب البضاعة التالفة أو الناقصة تكلفة البضاعة عندنا هنا البضاعة التالفة أو الناقصة راح يكون عندي هذا حساب تكلفة الكميات الناقصة طيب الوصف راح نقول جرد مخزون مثلا قام به الموظف إبراهيم تاريخ اليوم أنا راح أضيف ثلاث منتجات واحد بالزيادة واحد بالنقصان ورح يكون مثل ماهو عندنا هنا البطانية القطن عندنا ألعاب الشاطئ وعندنا أيضا الكراسي البلاستيك فاللاحظ هذه الكميات اللي موجودة فعليا في فرق الدماء أنا سويت جرد اكتشفت أنه البطانية القطن عندنا هنا مثلا تالفة واحدة منهم تالفة فالكمية الفعلية خمسة لأني ما يقدر أبيع هذه التالفة بالنسبة للألعاب الشاطئ كمان اكتشفت أنها خمسة فممكن يكون عندي واحدة بالزيادة والكراسي البلاستيك مثل ما هي خمس وحدات ما تغيرت نفس الكمية اللي موجودة حاليا هي الكمية الفعلية إذن واحد بالنقصان وواحد بالزيادة وواحد مثل ما هو طيب أنا راح أسوي حفظ وموافقة للجرد هذا طبعا نلاحظ أنه صار عندنا هنا في دمام في جرد حصل في تاريخ 10-7 ممكن نستعرضه ممكن نحمله بدئف وممكن نحذف هذا الجرد طيب أنا بروح الحين إلى التقرير الخاص في دفتر القيود ونشوف انعكاسات جرد المخزون نقل المخزون والكميات اللي زادت راح ننتقل إلى التقرير ونشوف عندنا هنا في التقرير دفتر القيود نشوف عندي هنا في دفتر القيود نلاحظ هنا جرد المخزون اللي سوينا في مخزون بالمدين بقيمة 22 ريال والإيرادات الأخرى دائنا بقيمة 22 ريال اللي هو المنتج اللي زادت بالنسبة للبضاعة التالفة الناقصة المنتج اللي نقص عندي بالمدين 27 ريال والمخزون نقص عندي فصار بالدائن ب27 ريال بالنسبة للمنتج اللي ما تأثر نلاحظ أنه صار عندي هنا بصفر والمخزون بالدائن بصفر إذن ما تأثر معنا بالنسبة لنقل المخزون زي ما نلاحظ عندنا هنا قيدين واحد منهم من حساب المخزون إلى حساب مخزون تحت التصنيع وبعدها لما نوصل صار من حساب مخزون تحت التصنيع إلى حساب المخزون طبعاً نقدر نسوي طباعة لهذا القيد زي ما نلاحظ نقدر نطبعه بشكل منفصل فمن حساب كذا إلى حساب كذا عبارة عن نقل كنب إلى فرع المركز الرئيسي رقم القيد كذا بتاريخ كذا والمرجع وجميع التفاصيل للقيد طيب أنا كمان اشتريت كمية فاللاحظ مجرد مني اشتريت انعكس عندي بتفتر القيود ما يحتاج نسجله بشكل يدوي عندي هنا المخزون زاد بقيمة 8100 ضريبة القيمة المضافة عبارة عن 1215 فحساب الدائنون مفروشات المطلق 9315 طيب أنا دفعت مبلغ لمفروشات المطلق اللي هم الدائنون نلاحظ عندي سوال قيد بسنة صر من حساب الدائنون المبلغ اللي دفعته 1215 إلى حساب البنك اللي هو دفعت من خلاله بالدائن 1215 فهذه كل العمليات اللي احنا سويناها اليوم نلاحظ انها انعكست معانا في دفتر القيود نقدر نصدر الدفتر القيود اكسل او بي دي اف او نطبع احد القيود بشكل منفصل طيب أنا أبغى أشوف تقرير يوضح لي مواقع المنتجات او الكميات اللي موجودة عندها يعني أبغى أشوف كل المنتجات اللي عندي ما أبغى أدخل عليها واحد واحد رح نروح إلى تقرير مواقع المنتجات أنا ممكن أشوف الكمية اللي موجودة عندي في فرع واحد مثلا أروح للمركز الرئيسي وأقول له يلا تعال وريني جميع المنتجات والكميات اللي متوفرة عندي في المركز الرئيسي فنلاحظ عندي هنا البطانية موجودة 6 وحدات الألعاب في 7 وحدات الأخرى 6 وحدات عندي هنا الأواني 7 وحدات فنوضح لي الكميات اللي موجودة لكل منتج والمنتجات اللي موجودة عندنا لكن ما فيها كمية رح يوصح لي أنه كميتها صفر في هذا الفرق طيب أنا أبغى أشوف كل المنتجات وكل الفروع مرة واحدة عند المواقع رح نقول أظهار الكل مجرد ما نحط أظهار الكل طبعا نقدر نحدد التاريخ يعني أنا أبغاها اللي موجودة عندي حتى 31 سبعة أو حتى تاريخ اليوم فنلاحظ عندي مثلا البطانية القطن يقول لي أنه عندي 5 وحدات في الدمام وحدتين في جدة 6 وحدات في المركز الرئيسي 13 وحدة في فرع الندى 26 وحدة مجموع كل المنتجات اللي موجودة أو عفواً الكميات اللي موجودة لهذا المنتج وهكذا بالنسبة لباقي الفروع والمنتجات بالكامل وأقدر طبعاً أصدرها Excel أو PDF اللاحب عندنا هنا مثلاً الكنب اللي متصل بشكل L عندنا إحنا أربع وحدات كانت في جدة بس صار ثلاثة في جدة واحد في المركز الرئيسي اللاحب أنه عندنا هنا كلهم صفر هنا ثلاثة وهنا واحد اللي هو جدة والمركز الرئيسي اللاحب عندنا هنا جدة للأثاث والمركز الرئيسي الكميات اللي موجودة فيه بعد كذا رح نلف هنا ووضح لي أنه المجموع عبارة عن أربع وحدات موجودة بالكامل هذا بالنسبة لي تقرير المواقع المنتجات وتقرير دفتر القيود طبعاً إحنا نقدر نشوف مثلاً في الميزان المراجعة إذا أبغى أشوف حساب المخزون لحاله فإحنا نجي هنا نختار حساب المخزون ونسوي بحث فرح يظهر معانا المخزون الرصيد الافتتاحي له الحركة صاف الحركة والرصيد الختامي لهذا المخزون فإحنا كذا نكون تطرقنا إلى المخزون طريقة إدارة المخزون من إضافة كميات نقل أو جرد للمخزون استعراض تحركات المخزون نكون وصلنا إلى نهاية دورتنا لهذا اليوم شكراً لكم ولحضوركم ولو في أي سؤال في خانة Q&A أكيد رح أكون سعيدة بالإجابة عليها شكراً لكم شكراً لكم